يمن مونيتور، إذاعة حوثية تطلق حملة تبرع في اليمن لحزب الله اللبناني الطلبة المبتعث هنا في ماليزيا ينشدون الحكومة سرعة سداد رسومه مدراسية وفي الأخبار المنوعة إثيوبيا تعتذر بعد نشر خريطة أزيل الصومال منها تزخر العديد من المدن اليمنية بعادات وتقاليد كثيرة ومتميزة لكن مدينة تاريم في حاضر موت لها نكاتها ومذاقها الخاص يقول الموقع بوست إن تاريم تعد من أبرز المدن العلمية ذات الموروث الثقافي والديني الفريد والمتنوع يشتهر بكثرة المساجد التي تقدر بنحو 360 مسجدا قياسا بعدد أيام السنة هذه المدينة الشهيرة بالعلم والعلماء تحتل مكانة رفيعة لدى المنيين ففي العام 2010 اختيرت من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو عاصمة للثقافة الإسلامية يقول مسؤول مكتب الثقافة في تاريم عبدالله بن حميدان إن أهالي المدينة يستقبلون هذا الشهر الكريم بفرحة عارمة وبتجهيز له بتنظيف البيوت وتبخيرها وإنارة المساجد وتجهيز المواد التموينية والأطعم الرمضانية الشهية وأشار بن حميدان إلى أن الحياة تدب في رمضان في مدينة تاريم من الساعة العاشرة صباحا حيث يبدأ الدوام الحكومي وتبدأ معها حركة الأسواق ويضيف أنه من بعد صلاة أو منذ صلاة الظهر تجد المساجد مقتضة بقارئية القرآن إلا إلى أن يحين أذان العصر في مشهد بات مألوفا في معظم مساجد تاريم وعقب أداء صلاة العصر تبدأ الحياة بالانسياب وتشهد الأسواق حركة تجارية وازدحاما شديدا حيث الحركة المرورية في ذروتها خصوصا مع ارتفاع معدل الدراجات النارية المستخدمة وأضح أبدالله بن حميدان أيضا أن هناك العديد من العادات والممارسات الدينية التي تحضر في رمضان منها جلسات ختم القرآن والجلسات الوطرية حيث تلقى من خلالها أشعار دينية فيما يردد الحاضرون أبيات محددة في أهازيج وأنغام فريدة ومجالس للعلم عقب صلاة العصر في المساجد في خبر أشبه بالفكاهة خاصة في ظل ظروف الحرب التي يعاني منها اليمنيون نقله موقع يمن مونيتور أطلقت محطة إذاعية يمنية تتبع جماعة الحوثي حملة لتبرع من أجل مساعدة تنظيم حزب الله لبناني ودعت إذاعة سام إفئم خلال الأسبوع الجاري إلى دعم من وصفتهم أسياد المجاهدين في العالم أنقى الناس حزب الله في حملة تبرع من يمن الإيمان إلى مقاومة لبنان الحملة تستمر خلال الأيام العشر الأخيرة من رمضان أحد مدعي قناة أو إذاعة سام وهو يعلن عن الحملة قال حي على خير اليمن هل أنت يمني هل أنت من الأوفياء إذن كن شريكا في صناعة النصر لمبادلة الوفاء بالوفاء ندعو كل أبناء مكونات الشعب اليمني من مختلف الشرائح إلى المشاركة الفعالة والكبيرة إلى المرحلة الثالثة من حملة الإنفاق الشعبية مدير الإذاعة حمود شرف الدين قال إن الحملة دعم لمحور المقاومة ودليل على متانة العلاقة وفيما يعيش أكثر من 80% من اليمنيين على حفة المجاعة يقول حمود يحيى الذي يستمع إلى الإذاعة في سيارته يقول ليمن مونتر إن هذا الاستخفاف باليمنيين الجائعين وبلائين النازحين بفعل الحرب التي تقودها الجماعة منذ عام 2014 بثت قناة الـ CNN الأمريكية تقريراً عن الحياة في اليمن وعن تأثير نبثة القات على سيرها وقد كتب الفلسطيني راشد عيسى مقالاً تعقيبياً عن التقرير في صحيفة القدس العربي قال في أجزاء منه إننا نحب القمح لكننا نحب القات أكثر عبارة يكاد تقرير لـ CNN من مدينة صنعاء اليمنية أن يقولها حرفياً يطرح مراسل القناة الأمريكية بحيرة واضحة أصغر كيسي قات للاستهلاك اليومي ثمنه خمسة دولارات أي ما يكفي قتاء عائلة اليوم ولن يلقى سوى التأكيد على ذلك من مواطن يجيب بفم ممتلئ بالنبتة المنشطة يسأل زعيماً حثياً أغلب أراضيكم تستخدم لزراعة القات للمحاصيل الغذائية يضحك الحثي إنها عادة سيئة لدينا برامج حكومية لمكافحة زراعة القات وزرع أشجار البن يقول التقرير المصور استحوذ القات على جبال ومزارع اليمن وهو مهم لليمنيين لدرجة أنه يوزع في اليوم نفسه الذي يقطف فيه ما يعني قيادة المزارعين بسرعة جنونية للوصول إلى المستهلكين في الوقت المناسب تصور الكاميرا وادياً تقول إنه كان قبل خمسة وعشرين عاماً يزرع بالقمح لكنه الآن غالباً ما يزرع بالقات ففي زمن الحروب المحاصيل النقدية هي ما يهم كذلك يشير التقرير إلى أن ثلثة الأراضي لزراعة القات الذي يستهلك ثلثة كمية المياه في البلد المحاصري والجائعي والمدمر مع كل ذلك ليس في الوسع أن يلوم الناس أهل اليمن جل ما في الأمر أن اليمن السعيد مريض أكثر من اللازم طغاة متوحشون وحوثيون حصار وجوع وشح لكل مصادر الحياة وفي النهاية العيش في نعيم القات كمن يرش على الموت سكر في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017 وحين كانت في طريقها من قريتها إلى أحد الأسواق الشعبية القريبة من عزلتها في مديرية المواسط غرب مدينة تعز كما تقول لموقع قناة بلقيس سقطت السيدة تفاحة من منحدر جبلي وأصيبت في رجلها اليسرى كان الألم لا يطاق وكانت تصرخ من أجل إنقاذها ولم تستطع ومنذ تلك اللحظة أن تمشي على رجلها كان هذا اليوم هو من أسوأ الأيام تقول تفاحة أحمد سيف وتضيف مرت ما يقارب الربع ساعة حين ظللت ممتدة على الأرض بدأت أشعر أن الموت يقترب مني حتى جاءت نساء القرية لحملي إلى منزل شقيقي بعدها لم تفلح كل محاولات الأطباء في تجبير العظام ولا في عمل أي شيء سوى الحقن المهدئة للألم لتظل تفاحة في منزلها لأسابيع ويتم حملها إن أرادت الذهاب إلى الحمام أو الخروج إلى حوش المنزل هذا الحادث ضاعف بمأساة تفاحة التي لم تتزوج وتعيش وحيدة في غرفة متهاركة كانت تستخدم للمواشي بالدول الأسفل من منزل والدها المتوفي الذي أصبح يسكن فيه شقيقها الأكبر تصف تفاحة بصوت ممزوج بالبكاء كيف تحولت حياتها بعد تعرضها للحادث الذي جعلها لا تستطيع المشي أو الوقوف وتقول في الأسابيع الأولى من بعد انكسار رجلي لم أستطع تقبل ما حدث وبعد أن كنت أمشي وأعمل تقيت في غرفتي كانت الساعات تمر ثقيلة وكنت أتمنى الموت حتى لا أصبح مقعدة وعالة على الآخر تحتاج تفاحة لإجراء عملية زراعة مفصل صناعي للمشي مجددا لكن وكما يقول طبيبها المعالج الدكتور مختار المليكي يمكن أن تجرى العملية في تعزيز توفر المفصل الصناعي الذي يصل سعره إلى ما يزيد عن ألف دولار بعد أيام قليلة من إعلان جنة الوساطة إطلاق سراح قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز يقول موقع المصدر أولاين إن جهود الوساطة في الإفراج عن العميد جمال الشميري تعثرت بسبب تراجع الخاطفين عن تنفيذ الاتفاق مصدر أمني تحدث للمصدر أولاين أن الخاطفين من أبناء الصبيحة تراجعوا عن الإفراج عن العميد جمال الشميري وطلبوا بإطلاق سراح المدعو أحمد السرة وعناصر متطرفة محتجزين في تعز على ذمة قضايا إرهابية وطبقا للمصدر فإن تراخي السلطات المحلية في تعز ولحج شجع الخاطفين على نسف الاتفاق الأول في آخر لحظة وفرض شروط تعجزية خارج سياق الاتفاق السابق عارف جامل وكيل محافظة تعز وعلى صفحته بالفيسبوك طالب عاد الفارع أبو العباس وحمدي شكر الصبيحي بالتدخل لإطلاق سراح العميد جمال الشميري موقف عارف جامل الذي جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية يعبره عن تعثل المفاوضات الودية بين الخاطفين واللجنة المشتركة المكونة من قائد اللواء الرابع مشاه جبلي ومدير شرطة الحج الكاتب إلياس خوري يخاطب الزعماء العرب ويطلب منهم رفع يدهم عن القضية الفلسطينية وعدم بيع ما لا يملكون وأضاف في مقال نشرته القدس العربي حين يتحالف حمق الرؤى الدينية الدموية مع رأس مالية متوحشة تواجه أزمة تراجعها في العالم نصل إلى الفاشية أو ما يشويها نتنياهو وحلفاؤه الذين يؤسسون لإسرائيل ثانية عنصرية دينية وفاشية يسعون إلى إبادة القضية الفلسطينية وهذا متوقع وشهد العالم نماذج متعددة منه زمن كولونياليات الاستيطانية التي وصلت إلى ذروتها في نظام الأبرتايد الأبيض في جنوب أفريقيا ولكن ما علاقة النظام العربي المتهالك بالموضوع؟ أنتم ليست نحن فلقد رسمت ثورات الربيع العربي الخطة الفاصلة بين مواطني العالم العربي البائسين وحكامهم الفاشيست أو العسكر أو ملوك النفط والتأسلم الرجعي المتزمت والدموي الذي نشأ بأموال النفط وهو خط مرسوم بالدم والدموع والمنافي والدمار من طلب منكم أن تفاوضوا عن فلسطين أنتم تستغلون فلسطنة شعوب المشرق العربي من أجل أن تبيعوا فلسطين أنتم تتحملون بالشراكة مع العسكري تارية والمافيا وتدعوش مسؤولية هذه الفلسطينة الشاملة وبدل أن تحاسبوا على جرائمكم وتوحشكم تأتون اليوم لتبيعوا ما لا علاقة لكم به ما هذه اللعبة التي تشتري الانقسام في غزة وتضغط على رامالله من أجل توقيع سك الخنوع وكل ذلك له هدف واحد هو حماية العروش عبر تبديد المال هل تعتقدون أن الأمريكيين والإسرائيليين سيشتغلون مرتزقة لحسابكم في معركتكم الحمقى ضد تمدد النفوذ الإيراني؟ هل تعتقدون أن ترامب الذي أهانكم مرات عديدة في أعز ما تملكون أي في ثرواتكم التي لم تكن يوما إلا بدادا هل فعلا تؤمنون أنه مجرد أجير يعمل لحسابكم؟ هل تعتقدون أن الجيش الإسرائيلي لن يكون عنده سوى هم واحد هو الدفاع عن ممالككم وإماراتكم ونصتكم وعزكم شرط أن تساعدوه على شطب همه الفلسطيني أولا كونوا كما تريدون ولكن لا تقتربوا من أرض فلسطين صحيفة لوبيغارو في الأخبار المهتمة بالشأن اليمني نقلت عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قولة إن النزاع في اليمن حرب قذرة يتعين على السعودية والإمارات وضع حد لها أو وضع حد لها أضف لودريان نعم من الضروري أن يتوقف السعوديون والإماراتيون ومن الضروري أيضا أن نكون يقضين للغاية بشأن مبيعات الأسلحة لما يتعلق بهذه الدول وهذا ما نقوم به تقول الصحيفة الفرنسية أيضا الحرب في اليمن خلفت عشرات الألاف من القتلى وتسببت في أزمة إنسانية خطيرة مع عدم تمكن أحد الجانبين المتصارعين من حسم المعركة حتى يومنا هذا وكان هذا الصراع قد أثار جدلا في فرنسا حول استصواب تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات بالأسلحة من عدمه أزمة الطلاب اليمنيين المبتعثين ما تزال مستمرة تقول صحيفة العربية جديد وتنشر مناشدات عاجلة من الطلاب في ماليزيا للحكومة الشرعية لسرعة سداد رسومهم الدراسية وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نحو خمسة أشهر رئيس اتحاد طلاب اليمنيين في ماليزيا محمد الرشيد قال إن الطلبة المبتعثين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة بسبب عدم سداد الحكومة رسومهم الدراسية وأوضح الرشيد للعربي الجديد أن عدد الطلاب المتضررين من تأخر المستحقات بلغ سبعمائة وخمسين طالبا وطالبا لدى نحو ثمانين منهم أو ثمانين منهم أسر يعيلونها في ماليزيا وهم بحاجة ماسة إلى المال وعن أسباب تأخر صرف المستحقات المالية أكد الرشيد أن الحكومة تتحجج كل فترة بظروف الحرب مع أنها مستمرة في إصدار منح دراسية جديدة لكثير من الطلبة بطرق تخالف معايير الابتعث ما تريده أمريكا وما يريده العرب تحت هذا العنوان كتب إيهاد الديلمي مقالا أو مقاله المنشور في الصحيفة العربي الجديد من الغريب أنه وبعد نحو قرن على ظهور أمريكا قوة عالمية كبرى ثم قوة عالمية متفردة بعد انهير الاتحاد السوفيتي السابق ما زال بعض العرب يعتقد أن أمريكا يمكن أن تعمل لديه كشرطي يهرع إليه وقت ما يطلبه بل من الغريب أكثر أن بعض العرب ما زال يراهن على أمريكا لتحل له مشكلاته وتدعمه وتقف بوجه من يهدده ويغيب عنه بجهل أو بتعمد أو بعز أن أمريكا هي التي كانت وما زالت المتسبب الأول في مشكلات كثيرة يعاني منها الشرق الأوسط والعالم جاءت أساطيل أمريكا إلى الخليج العربي العنوان المرفوع هي أنها جاءت لقتال إيران محور كل شر وسبب كل مصيبة كما يروجها السقور في إدارة الرئيس دونالد ترامب حضور جعل بعض العرب يعتقدون كما في كل مرة أن أمريكا هذه المرة جادة في تحركاتها التي تستهدف إيران فراح بعضهم يهلل لتلك القوات ويتوعد إيران بقوة أمريكا ويدفع نحو الحرب وكأن أمريكا تعمل عنده أو بأمواله كما جاء على لسان بعضهم في حوارات فضائيات احترفت الخداع والتضليل نعم جاءت أمريكا بأساطيلها إلى الخليج ونعم كان عنوان هذا الحضور هو ردع إيران التي تهدد مصالح الولايات المتحدة ودفع إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إبرام صفقة جديدة فيما يخص ملفها النووي الذي سبق لإيران أن وقعت على صفقة في هذا الشأن قبل أربع سنوات تقريبا قبل أن ينسحب منها ترامب أعلنت أمريكا أيضا أنها تريد أن تدفع إيران لكف يدها عن التدخل في البلدان العربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وهو ما يتمناه عرب كثيرون هذا بالإضافة إلى مطلب أمريكي آخر يتعلق بتحجيم القوة الصاروخية الإيرانية وتحجيم برنامجها لإنتاج الصواريخ الباليستية الذي بات يهدد المنطقة على مدى عقود طويلة تمكنت أسباب بسيطة من إشعال المعارك الحدودية بين الصومال وإثيوبيا ومنذ أيام تعيش البلدان توترا والسبب نشر خريطة بدون الصومال وقد تداركت إثيوبيا الأمر تعنون شبكة البي بي سي إثيوبيا تعتذر بعد نشر خريطة أزيل الصومال منها وتقول التفاصيل أن وزارة الخارجية الإثيوبيا اعتذرت أو اعتذرت عقب ظهور خريطة لإفريقيا على موقعها موحيت فيها جارتها الصومال وأوضعت ضمن الحدود الإثيوبية ولم يشرح بيان صادر عن الوزارة كيف حدث هذا ولكنه عبر عن أسف الوزارة العميق عما سببه هذا الخطأ من خلط وسوء فهم وقد موحيت الصومال تماما في الخريطة ولم يظهر فيها إلا حدود أرض الصومال التي أعلنت نفسها دولة مستقلة من جانب واحد ولم تحظى باعتراف دولي وأثار هذا الخطأ حساسية نظرا للخصام الطويل الأمد بين إثيوبيا والصومال والحروب التي خاضها بسبب أو خاضاها بسبب مشكلات الحدود بينهما بما في ذلك صراع أوغادين في السبعينات وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد تولي إبي أحمد رئاسة الوزراء في إثيوبيا في العام الماضي وسعيه إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة قال مسؤول الحياة البرية في ماليزيا إن آخر وحيد قرن في السومطرة ذكر توفي اليوم تاركا وراءه أنثى واحدة فقط في البلاد ودافعا هذا النوع المهدد خطوة إلى الانقراض وعنوانت صحيفة الحياة نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا وكان وحيد القرن الصومطري ينتشر في شرق الهند وماليزيا لكن عدده تضاءل كثيرا ولم يبقى منه سوى أقل من ثمانين حيوانا وفقا لصندوق العالمي للطبيعة وتتركز المجموعة الصغيرة المتبقية في براري أندونوسيا وقال مدير قسم الحياة البرية في ولاية صباح الماليزية أوغاستين توغا إن وحيد القرن التام كان يعيش في محمية طبيعية في جزيرة بورنيو ولم يتضح على الفور سبب نفوق الحيوان وأضاف علينا فقط رعاية آخر وحيد حيوان متبق هذا كل ما يمكننا فعله وسنحاول التعاون مع اندونوسيا لا يغير عادته التاريخ تحت هذا العنوان كتب سمير عطى الله مقالا منشورا في الشرق الأوسط مضيفا فيه الفشل لا أبله يقول المثل الإنجليزي لا أحد يقبل أن يتمنعه لذلك يكتب التاريخ دائما من نهاياته التاريخ لا يقول إن ريتشارد نيكسون كان أكثر رؤساء أمريكا تضلعا في السياسة الخارجية بل إنه أرغم على الاستقالة مهانا بسبب كذبه التاريخ لا يقول إن هتلر حمل الازدهار إلى ألمانيا بل إنه انتحر في ملجأ بعد وصول هزيمته إلى برلين النس لا تقول أو لا تعرف أن الجنرال أغيستو بينو الشيح حمل الازدهار إلى تشيلي بل إنه مات مطاردا من العدالة وما بالك بنابليون الذي ربح الحرب والمعارك والإمبراطورية ومن ثم مات منفيا في آخر الأرض مسكين من يخسر الهزيمة ممحات قاسية ومتوحشة لم يحثر شاه إيران على مستشفى يستقبله كمريض خلف نيكيتا خرشوف جوزيف ستالين أقوى رجل في الاتحاد السوفيتي وكان يهز الأرض من تحت أمريكا وأوروبا ولما عزله الرفاق في ليلة غير مقمرة لم يعد أحد يعرف عنوان منزله فقط عندما توفي سمح للعائلة أن تعرف عنوان المدفن مثله مثل ستالين أصبح ذكره ممنوعا ولو مرفقا بلقب السابق أو الراحل يبدو التاريخ شيئا بطيئا وطويلا سنوات فعقود وأحيانا قرون لكن حينما يحين وقت الاختصار الويل لذوي النهايات السيئة مثل ملايين البشر بدأت قراءة حياة الدكتاتور الإيطالي مسوليني من نهايتها رجل يقتحم إيطاليا في الحرب فيخسرها فيحاول الفرار مثل جندي جبان فيكشف الشيوعيون أمره فيعتقلونه فيحاكمونه فيعدمونه ويعلقونه من ساقيه بالنسبة إلي وإلى ملايين البشر كان مسوليني هو الفاشية والغباء والتوحش والاستعمار الغبي كل ما قرأته عنه يقع تحت هذه العناوين لكن كل ما قرأته كتب بعد الحرب كتب من الفصل الأخير ليس من أجل مسوليني بل من أجله قررت أن أقرأ كبار الكتاب قبل الحرب وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم نفعرض صور متنوعة تغلب عليها ملامح الابتسامة وهي مأخوذة من صحيفة الديلي تيليغراف نتابع ترجمة نانسي قنقر المنافسة محتدمة بين الصورة والكلمة فتدخل الريشة لتعبر عبر فن الكاريكاتير ذلك الفن السخر الذي يختصر الآلاف من العبارات ومئات الرسوم في رسمة واحدة نتابعا بهذه الأخبار والصور والرسوم نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كوتش الصحافة ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر